كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان سبق أن تحدثنا عن مقدمة صورة الأعلى ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى بعد ما بيّن الله سبحانه وتعالى أن نتكفل بإنزال القرآن وبحفظه وبتيسير تبليغه أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام فذكر النفعة الذكرى أمر بالتذكير والتبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الناس سينقسمون أمام هذا التذكير وأمام هذا القرآن إلى فريقين سيذكر من يخشى وهذا القسم الأول هم المنتفعين المنتفعين بالقرآن بالمواعظ بشكل عام هم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أصحاب الخشية والخشية نعمة من الله سبحانه وتعالى وإذا وجدت الخشية وجد الخير كل معها ولهذا ورد في الدعاء اللهم اكسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك إذا نزلت خشية الله في قلب الإنسان انتفع بالقرآن ولهذا هنا بيّن سبحانه وتعالى أن المنتفعين بالقرآن أن المنتفعين بالمواعظ هم الذين يخشون الله حتى إن الإنسان أثناء القاء المواعظ إذا ألقى موعظه تجد إن بعضهم يظهر على وجهه أثار الخشية والوجل وهناك من يسمع الموعظة ولا يتحرك في قلبه ولا شعره ما هناك لا خشية ولا هناك لا وجل ولا هناك يعني تأثر فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن الخشية وأن الذين ينتفعونهم أصحاب الخشية وقد ذكرنا في بعض المجالس أن أحد الأخوة يعني ذكر لو أن إنسان دعي إلى ملك من ملوك الدنيا ليكرمه كيف سيكون دخوله على ولا تجد يدخل بالهيبة وبالخوف وتجد قلق حتى لو جاءه من باب التكريم فتجد الواحد مننا يقف في الصلاة وهو يصلي وهو يسمع القرآن ولا هيبة ولا خشية ولا يتحرك بل إن الإنسان يسمع الموعق القرآني الذي يقرب بأعلى صوته بالمكبرات وتجد قلبه ما هو موجود ما فيه لا هيبة ولا خشية فنسأل الله أن يرزق قلوبنا أن يرزقنا قلوبا خاشعة ومن قلوبا تخشاه وتخافة وتعظمه القسم الثاني الغير منتفعين وسيجنبها سيتجنب هذه وهو قال فذكر نفعة الذكرى سيتجنب الخشية السماع المواعظ أو الانتفاع بالقرآن الأشقى الإنسان الشقي الجاهل الكافر كل من يعرض عن كتاب الله فهو إنسان شقي ولذلك بيّن سبب شقاوته أولا بما أن الذي ينتفعه هو الذي يخشى فأعظم سبب شقاوته إنه لا يخاف من الله ولا يخشى الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى يصل النار الكبرى طبعا النار الكبرى هي نار الجهنم ونار الدنيا هي النار الصغرى إذا تأملنا الفرق بين النار الدنيا ونار الآخرة النار الكبرى هي نار الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تزيد على نار الدنيا بتسعة وستين ضعف ونار الدنيا من أجل ينتفع الناس بها هي جزء واحد وفي نفس الوقت مضربة بماء البحر مرتين حتى ينتفع الناس بها جعل الله نار الدنيا تذكرة ومتاع للمقويين للمسافري نار الآخرة تزيد عليها فالصحابة لما سمعوا إنها تزيد نار الآخرة على نار الدنيا بتسعة وستين ضعف قالوا والله يا رسول الله إنه نار الدنيا لكافية نار الدنيا يكفي إنه يتعذب الإنسان فيها فكيف تزيد عليها ولهذا إذا زادت عليها بتسعة وستين ضعف أيضا كعرها عميق جدا ورد في الحديث كما في مسند أبياء ومسند أحمد لو أن صخرة سقطت من شفير جهنم بوزن عشر خلفات بوزن عشر خلفات فسبحان الله يقولك إنها تمكث يعني في السقوط سبعين خريف ويقول العلماء إن النار هذه كل ما ينزل الإنسان في النار كل ما ينزل في هذه النار يزداد حرها فالدركة السفلة لأنها دركات الدركة السفلة هي دركة المنافقين بعدها درجة اللي فوق درجة المنافقين المشركين من كل ملة جميع الأمم ثم المجوس ثم اليهود ثم النصارى ثم هكذا إلى أن تصل إلى أخف درجة اللي هي درجة رصات الموحدين من كل ملة من كل أمة رصات الموحدين من كل أمة فالله سبحانه وتعالى يقول لا يصلها إلا الأشقى وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيها الآخرة ما فيها موت لا جنة ولا نار فأهل الجنة في حياة تم وأهل النار بين الحياة والموت وهم في عذاب وهم في عذاب من العظيم ونعوذ بالله في النهاية الله سبحانه وتعالى ختم سورة الأعلى بموضوعين مهمين جدا لماذا أفلح المؤمنين ولماذا شقي الأشقى هذا سبب فلاح المؤمن إنه لماذا هو أفلح لأن أحب الآخرة وآثرها على الدنيا وسبب هلاك الأشقى إنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ولهذا ملخص الصورة في آخرها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لماذا أفلح وفاز من تزكى وليش صلى وذكر الله سبحانه وتعالى لأنه أحب الآخرة وآثر الآخرة على الدنيا ولماذا شقي من شقي لأن آثر الدنيا على الآخرة وليهذا ورد في الآثر إن حب الدنيا راس كل خطيئة نسأل الله أن يجل حب الدنيا من قلوبنا وهنيئا ثم هنيئا لمن الله سبحانه وتعالى رزقه حب الآخرة وليهذا وصف إبراهيم ويعقوب إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم يحبون الآخرة ولا يرغبون في شيء غيرها والسبب هلك هؤلاء حب الدنيا وسبب نجاة هؤلاء حب الآخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا خافنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليوضيء ظلم ليوضيء piًع ليوضيء ظلم الديجور شكرا